سلامة ومرحبا بيش نيحوي لكم شاء الله تكونوا في صحة وخير توا كيف ما تعرفوا الناس كلها قادة تحذر الرس العام شاء الله كل عام انتم ما حايلين بخير قلت المرة هذي عليش ليه نعمل معاكم حويجة سهلة وبنينا برشة بالنسبة للناس اللي ما تحبش الجنواز ولا ما تنجحش معاها الجنواز هذي حاجة ليفور لتعب لقلق للجنواز طلعت لان الجنواز ما نشحتش معايا هذي حاجة بالحق راهي بنينا برشة 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 وسهلة برشة أسهل من حكا ما تفميش والبنة ما نحكي لكمش حاجة ما تتكلفش تنجم انت تكلفها تنجم تشخشخها تودها كيف ما تحب تجيك حاجة طيارة على الاخر ولا تنجم تعملها حاجة بسيتة زادة لأي مناسبة لعيد ميلاد تجي راهي راس العام ان شاء الله حاجة طيارة طيارة على الاخر ان شاء الله تعجبكم الروسات وان شاء الله تجربوها وكيف ما تشوفوا اليوم ما بيش نعمل وان شاء الله خبزة الهواء كيف ما نسميوها سورتو تونس اول حاجة نبدو بها هي الكريم باتسير كيف تشوف خذت اليهني كريم باتسير جوفاني خذت عليهم 350 مليلتر حليب خذت عليهم اربع مغارف متاع السكر باش نحطهم بالتبيعي تيبو ان اليهني باش نعمله معاكم كريم بنينا برشا 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 صدقوني الناس اللي متحبش الكريم متاع الزبدة ولا الناس اللي متحبش كريم ليكيد برشا ولا حاجة متتكلفش حاجة معاناها سهلة وبنينا برشا 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 القو ما نحكي لكم شعال بنامتاعه باش نطايب الكريم باتسير كيف ما تشوفو الناس كل تعرفت طايب الكريم باتسير ريتوها ماييش معاناها عقدة برشا برشا وماييش زيدة راهي خفيفة 350 مليلتر على هباكو كريم باتسير حاجة معاناها تجيبه متواسطة باش نزيد عليها مغارف متاع الزبدة هذيك راهي باش تخلينا الكريم متاعنا من بعد ليس اون بروس تعطيها كلقه هذيك هذيك اول بنا دينا تحفونا برشا كملت لهنية ذوبتك الزبدة هذيك وباش نحطها طوال في صحفة وباش نحطها طوال في صحفة وباش نحط عليها بابي فيلم اون كونتاكت ما خليش لهو يدخل لها وان بعد ما تبرد نحطها في الفرجيدير للكاملة يزمها تبرد يزمها تكون بردم لحمليها وطبو نقول لكم علاش نجربوها الكريم هذي بالحق راهي بنينا برشا برشا وسهلة اللي هنا الكريم متاعي بردت هذا يوم تغدوه معناها خرجتها طوال في الفرجيدير وهي بردة باش نخو عليها 300 جرام كريم شانتيه هنا الكريم شانتيه اللي هنا نستعمل في الصبت نجمو تستعملوا انتوما اي نوع تحبو عليه باش نخو عليها 150 مليلتر ماء برد برد برشا كعبة دانيت فانيه وكعبتين غادي كياغورت كيفما تشوفوا البستاش وهناك اختيارية هذي تنجمو تستغنو عليها ولا تنجمو تحطو فيها من بعد مثال بستاش مرحي ولا اللي ساعدكم انتوما باش ننكهو بها وكهو طوال كيفما تشوفوا الهنا باش ناخو الصحفة هذيكا باش نحط فيها الكريم شانتيه بارد برشا نجمو تعاوضوه بالحليب اما انا قلت خلي نقصه شوية من الحليب حتيناه في الكريم باتسير عليش لا نعملوها بالماء كيفما تشوفوا حتيت شوية الهنا برد وقعدت نتبع بشوية بشوية خطر كل واحد كل كريم شانتيه والنوع متاح فهمتو نجم معناه انا قلت لك 300 جرام عليها 150 مليلتر ماء نجمو تكون هي تأتيخو منك اكثر ماء و الاقل ماء او كاينة ديجال هنا نزيد بشوية بشوية في الماء ومن بعد كل ما نشوفها هي مزلت استحق ماء انا نزيدها نوصل توصل هي التكستير اللي انا حاشت بها وقتها نوقف معاش نزيد ماء اما ديجا كيفما تشوفوا راني كملتهم انا الكنتيتين الماء كملتها كامل غاديكا نركض بتبيع الكريم بتاعنا حاشتنا بها تكون عاقدة مليح ما تكون معناه خفيفة كيفما تعرفو خط الكريم شانتيه قد ما تكون عاقدة بجينا بها شفتوها كيفش او كاينة الصحفة ديجا قاعدة عاقدة مليحة نجيب صحفة اخرى ونحط فيها الكريم باتسير صدقوني كريمة بنينة وخفيفة خفيفة خفيفة بالحق اللي بنا ما نحكي لكم ان شاء الله تجربوها وتعجبكم هي راهي هذية نجم تكون تسميها كريم ديبلومات هي الكريم ديبلومات راهي تجيب الكريم ليكيد معناه كريم باتسير وكريم ليكيد اما طواب حكم احنا الوضع اللي نعيش فيه في بلادنا كل شي مقطوع في البلاد وكل شي مش موجود انا عاوضتها بالكريم شانتي وكريم شانتي موجودة وفي متناول للناس الكل بصراحة مش كيما باكوا كريم ليكيد بسطاش ولا بسبعتاشن دينار باش تتكلف مش كيما اللي هنا باش ناخذ كريم شانتي متتكلفش برشة برشة معناه حاجة مقبولة كيف ما تشوفوا بعد مركزتك الكريم باتسير هذي كتوا بش نحطها الكلها مش بش نقعد نقسم فيها بشوية نحطها الكلها فوق الكريم شانتي لازم تكون بيرده 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 لاني خرجتها ديريكت من الفريجيدير توقع نركضهم شوية هكي يدخلوا مليح مليح في بعضهم معناه هي تولي الخليطة وكله مخلط مليح في بعضهم ومن بعد الهني كيف ما تشوفوا بعد ما كملت سي باش نقسم الخليط هذي على اثني جبتك الصحفي هذي كلي كنت مخلطة فيها الكريم باتسير بتبيعه باش منكتروا على رويحنا المعون من غير ما تقولوا حتى واحد او كنا خدموا في بعضه الصحفي هذيك اللي انا كنت حتى في الكريم باتسير حتيت فيها نص الكونتيتين متاع الكريم متاعنا هذيك وتوقع انا نص باش نخليه فاني ونص باش نعملوا بستاش انتوما على راحتكم انا النص متاع الفاني زدت علي واحدة دانيت فاني اختياريات نجمو راهي تستعملوها من غير متحطوا عليها اليورت دانيت على خاطر ديجاي هي الكريم متاعنا الكريم باتسير غو فاني معناه هي ديجاي نجمو مددو هاش هذي الحاجة هذيه اختياري اينا جيس راني نعزز في النقهة ونزيد فيها في بنا في ساعة كملتها وكركاثتها كيف ما تشوفوا وتوقع باش نجيب نص لاخر متاع الكريم وباش نزيد عليه اليورت اذيك البستاش انا ملقيتش دانيت بستاش استعملتي غورت اذيك العادية ممزوج اذيك البستاش انتو ما تتنجمو تستعملو دانيت تتنجمو تستغنو عليها كيف ما قلتلكم الحاجة هذي انا الهني عندي بات اروماتيزانت بستاش بش نحط منها جوست روم غرفة صغيرة كيف ما نقول لكم دي مراي خاطر القوم تيح قوية ردو بيكم متكاثرو منها اه تنجم لو تحط فيها هذا دا بستاش مرحي الي يساعدك انتي تنجم متكلفهاش لحكاية و تستعمل جوست الكريم باتسير و كريم شونتي اكاهاو و تجيكم ابنينا راهو جوست انا حبيت نبدل القوة معناها نعمل دو قوة في القطوم تجينا ابن و كاهاو كيف ما تشوفوا الهني انا حتيت كعبتين لنا ياغورت اما ماذا بكم انتو ما نحطوا كعبة واحدة خير خطر الهني يجيتني هذي اخف شوية من الكريم الاخرى نكمل نحط الي ياغورت نكمل نحط الي ياغورت متاعي هكاكا دي جا كيف ما تعرفوا الي ياغورت هذيكا ما هو شغالي ما يتكلفش معناها و قلت لكم حطوا كعبة واحدة ما تحطوش كعبتين خاطر انا كعملت كعبتين راهي جيتني خفيفة برشة مش برشة برشة اما خفيفة السماء مش كمال الفاني نكمل نركضها باتبيعة هذا هذي و من بعض نحطها غاديك على جنب كملت انا باتبيعة الكريم الفاني و الكريم البستاش لانا اخذيت انا السرسو متاع هي راهو 25 على 25 انتي والسرسو اللي عندك ولا ما نعرش انا تنجم تخدمها حتى من غير سرسو اما رو دي ما نقولكم تحط السرسو بصراحة تجيك من بعديكا مستوية لكلها متقعدش معنا تتعبرش بش تستوي فيها ادهنتوا بشوية زبدة و حتيت عليه بابيكويسان كيف ما شفتو اخذيت لي الهني ثلاثة باكويت ثلاثة باكويت بالضبط ذاك البسكوية سعيد و جبت الهني الحليب نحب نحطها في الحليب انا تنجم تعمل اندي سيرو مي و سكر وتنجم تحط فيه اي جو تحب عليها تنجم تعمل حتى قهوة عربي تخليها تبرد شوي تبدأ معناها دافية انا دجال الحليب انا ادفيتو مهوش برد من الفرجي دير باش البسكويت متاعنا يرتر شوية كيف ما تشوفوا الهني اخذيت مني ثلاثة باكويت بالضبط على خطر ان اعملت اربعة تيقان بسكويت شفتو هذيك الاسباس في الوسطى شفتو كيفاش نعمل شديد سكينة من شهر هذيك متاع الخبز و نقعد الكعبة البسكويت معنية نذبح فيها مش نقسمها على اثنين مش نضغط عليها نقعد نمشي و نجيب في السكينة بشوية راهي تجيكم مستوية بالضبط الكعبة كيف ما تشوفوا الهني باش نحط الكريم متاعي دي ما نقول لكم احسبوا قداش من مغرفة خذتلكم كل طاقم تاع كريم باش يجيكم مبعديك لكل همستوية قد بعضها هذيك احسن حل و كيف ما اقول لكم راو تنجموا تاخد مو من غير سيرسو كملتها بسكويت الكريم متاعي تنجموا الهني ترشوا اي فاكية عندكم تحبوا تحطوه ولا تنجموا تخلوها سامبل كيف ما يساعدكم انتوما نكمل نحط الطبقة الثانية طوام تاع البسكويت حاجة سهلة برشا في ساعة احدى صدقوني متخوش منكم وقت جملة والبنة بنة 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 ما نحكي لكمش على البنة طوال اهني انا بش نحط الكريم بستاش اذاك عليش هنان اعملت زوز كولاريت و دوغو حبيت معناها البستاش والفاني جيوا بنين برشا برشا ما بعضهم تنجموا تعملوا شوكولا نوازيت تنجموا تعملوا فرامبواز فاني فريز فاني بالحق تجيكم بنينة برشا اذا كانت تحبوا تعملوا نوازيت تنجموا تعملوا الكريم باتسير تعملوها نوازيت كما عملتها في القطوم متاع الفيديو متاع القطوم اللي فيت و جيت راي تجيب بنينة بالحق قول نوازيت فيها تقولش عليك حتى فيها برالينة نوازيت ولا فهمتوا يجي القوم متاع القوم متاع النوازيت قوي برشا برشا فيها نكمل هنا بش نعمل متاع البسكويت متاع البسكويت وكيف كيف كملتوا فاني هنا قعدت كيف ما تشوفوا هكيكا نحط مرة بمرة مرة فاني مرة بستاج سهلة 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 تنجم تعملها في رأس العام كيف ما قلتلكم تنجم تعملها في عدميليت في اي مناسبة بالحق ستكوني متحسوش متستطعموش مطعم البشكوت و جملة تقولش عليها بالحق معمولة بالجنواز والله قلتلكم بنا على بنا اللي يذوقها يقولي فريمو يعطيك الصحة كمل الطوى هذيك اللي حتيته طوى البسكويت هو الطبقة الرابعة ومن فوق حتيتها حبيت نعملها في استاج خبزة هواي بنينة برشا برشا معروفة بالحق بيها تونس ما نعرفش انا منين جابوها منين طلعوا بيها اما راي فكرة بالحق يعطيك الصحة اللي طلع بيها الخبزة هذي وبنجم تقول اقتصادية بالحق ما معناها ما تتكلف لكش كما قلتو عادي وما فيهش تعب كما الاخرى بش تعمل جنواز وتخليه بالطبقة بالطبقة وحتى تبرد وبرشا نسي ما تنجحش معهم الجنواز عليش لي اعمل خبزة هواي بالبسكويت قلتو كورندير بلنا على بلنا كملت الهنية حتيتها بالطبعة في الفرجدير راي بردت حاجة واحدة لو الكريم شانتيه يلزم تخليها تاخو وقتها في الفرجدير مليح مليح رد بالك تخدمها وتقصها في نهارها انا كيف ما شفتو هكيك عادي تسكينا على جنيب هذيك انا عملت الهنية نجمو را ما تعملوهوش عادي اما راهو مبعد بالحق في الفينيسيو متقعدش تستوي برشا متقعدش الضيع يصر في وقتك وتستوي فيها ولا يتقصلك مثيل البسكويت على جنب شفتو كيفاش معناه جوست عملت له هكا السيرسو خرجتو ناحيت البابيكويسان اكا هاو ستويت من فوق شوية وذيك هيا معناها ماهيش حاجة معناها نجمو تخلوها هكيكا سامبل نجمو ترشو فوقها فاكيا نجمو تزينوها بلي ساعدكم انتوما الفيدا في البنا بنينا برشا برشا انا وسعت عليها بلي كيف ما تعرفوا اش نحكي لكم كي نبدأ نعمل في خبزة جاتو نحكي لكمش الحسيلو نبدأ شيخ عليها لهنا قعدتلي شوية كريم فانيك وشوية كريم بستاشا قلت عليش ليه نزين بها هكيكا ما عندكش بوشا دوي تنجم راه تحط حتى فيساشا في اي حكاية معناها ما تحيرش تنجمو تزين بلي ساعدك انتي اتفنن في التزين زين بلي تحبوا بلي ساعدك هكيكا نعرفكم ما تحيروش كملت لهنا ومن بعد اخذت لنا شوية فستاشا هكيكا هروشته شوية وباش نكمل الرش عليها باش نزينها من فوق را ما تخوش منكم برشا انا دي جاها دي كي يظهر لي خمسين جرام وما استعملت هيش الكل خليت منها قعد لي منها نجمو انتوما كيف ما قلتو لكم تعملو نوازيت تعملوها شوكولا تعملوها بالقول تحبوا عليها انتوما راهي بنينا بالحق اللي ما جربتش الخبزة لهوي انا ننصحها ونقولها نجربها خبزة لهوي وشوف البنة اللي فيها كمل زينتها لهنا بشوية فستاش كيف ما تشوفوا وبنة على بنة وكيف ما قلتو لكم نوسيكم ونعودكم نعود لكم كملتو زينتوها تهزوها دي ريكت للفريجيدير تخليوها تباتلي لكاملة عليش اول حاجة بش الكريم شونتية تشد روحها ثاني حاجة بش البسكويت متعنا يكمل تنفخ مليح بالكريم شونتية هذيكا ويطرا وكي تجي تقص ما يجيكش هيبس اينا بتبيعتي مزروبة ديما على خاطرني مزروبة وما يصبروش عليها بشي قد تقعد الغدوة بش نقص هيلو مريتوني كيفاش نقص فيها صدقوني جس كملت زينتها اخر لحظة اول حاجة نزرب على الفيديو بش نكمل نصورو نعملو المونتاج وثاني حاجة فما شكون يزرب فيها قص 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 قصيتها كيف ما تشوفو جيتني يبسة شوية خاطر البسكويت عليش مزيل ما تنفخش مليح بالكريم شونتية والكريم شونتية اللي هنا خاطرت رات تخدمت بيها بتبيع وصخانت الكوجينة اما صدقوني كيتخليوها في الفريجيدير ليلة كاملة راهي بالحق من بعد في القصان نجيكم حاجة طوب 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 ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وطوب مبقالي كاملة بشنقلكم بسليمة وفي العمين الناس الكل اشتركوا في القناة